موسيقى غضب عظيم في مناطق النظام موالون يبحثون عن الهجرة واخرون يكسرون جدار الصمت وبعد ان دعت دول العالم لمقاطعة النظام السلطات الايرانية تعتقل ابنة شقيقة خامنعي موسيقى جولة جديدة مما تبقى حياكم الله موسيقى موسيقى كشفت حادثة وفاة الشابة السورية المهندس ندى داود إثر سقوطها في حفرة للصرف الصحي بمحافظة اللاذقية كشفت حجم المشكلات التي سببها الخلل والفساد والتقصير من قبل مسؤولي النظام هذا الأمر أثار موجة غضب واستياء لدى عدد كبير من الموالين الصرف الصحي لقتل البشر المخدرات بين المدارس بديل عن الكتب الطوابير في الشوارع وعلى محطات الوقود وعلى الأفران هذه سوريا الأسد الأمن والأمان الذي يتغنى به النظام استياء كبير من الموالين للنظام والحديث هنا لا يخص جميع السوريين المغلوب على أمرهم الخاضعين لما يشبه الإقامة الجبرية في مناطق سيطرة النظام بل ثم تجزء موالين صمد وتحمل لأكثر من عشر سنوات فيخرج منه اليوم من يرغب بالهجرة وهي غير متاحة ويخرج من يقول إنه يتجاوز الخطوط الحراء في انتقاداته لأداء الحكومة الممثل الموالي للنظام بشار اسماعيل الذي لطالما اعتاد انتقاد الحكومة يزيد من الوتيرة اليوم فيخاطب أحد مسؤولي النظام قائلا بدنا نتحمم يا حرامي أما الناشط بشار برهوم فخرج أيضا في فيديو على صفحته في فيسبوك يبكي على الحال التي أوصلهم إليها النظام جاء ذلك بعد حادثة وفاة الشابة السورية المهندسة ندى داود إثر سقوطها في حفرة لاسترف الصحي بمحافظة اللاذقية الأمر الذي كشف حجم المشكلات التي سببها الخلل والفساد والتقصير بتنفيذ مشاريع متعلقة بحل مشكلات مياه الصرف الصحي في كل من دمشق وطرطوس حادثة وفاة الشابة أثارت موجة من الغضب لدى الأهالي بسبب إهمال النظام في حين اتهم السكان مؤسسات النظام وعلى رأسها البلدية بالإهمال والاستهتار بحياة المواطنين في حين ظهرت تصريحات متناقضة إلى حد ما بين رواية أهل الفقيدة للحادثة ورواية الفرق التابعة لنظام لما جرى فيما انشغل مسؤولون نظام بتقاذف المسؤولية فيرميها كل منهم على الآخر هذه ندى داود التي سقطت في حفرة للصرف الصحيفة العذاقية رحمها الله يعني مشروع مصغر من مهسى أميني الإيرانية لكنها لن تصبح مهسى أميني بلا أدنى شك لن تصبح لكن هذه الحادثة شعرة قصمت ظهر البعير لا شك الموالون نتحدث عن الموالين للنظام عظام رقبة الأسد ليس كل الموجودين في مناطق سيطرة النظام موالون الناس يعني مغلوبة على أمرها وساكتة ولا حول ولا قوة لكن الفئة التي تفدي الأسد بروحها وقلبها وعقلها الفئة التي قدمت للأسد أعضاء من أجسادها هذه الفئة تحديدا التي يسر الأسد في دمائها وشراينها هذه الفئة بدأ مزاجها بالتغير وهذا أمر واضح واضح لكل ذي عينين بشار برهوم وبشار اسماعيل يعني وللمفارقة السوريالية الأحداث الاثنين اسمهما بشار وثالثهما باصط ذراعه وبشار ثالثهما هذا باصط ذراعه بوسيد سوريا وجالس جالس على تلها بشار برهوم علوي ناشط علوي من جماعة النظام وهو مؤيد للأسد يعني ومؤيد قح للنظام لا شك في ذلك وهو له يعني صولات وجولات في الهجوم ليس فقط على الثورة السورية بل على الإسلام لكن هذا بشار برهوم أن يصل إلى مرحلة ويقول هكذا قال نصا قال نحن في سوريا نعيش في ريغار كبير به عشرين مليون جردون عزكم الله يعني هو يتهكم على واقع الحال هذا تعقيبا على حادثة ندى داود ورفع السقف عاليا وألمح ألمح إلى بشار الأسد يعني هذا بشار برهوم البشار الثاني بشار اسماعيل الممثل البشار اسماعيل أيضا هذا خرج وقال يعني صار لعشر أيام لم أتحمم ويعني يلمح أيضا من بعيد من خريب هم يتكلبون جميعا على المسؤولين والوزراء ووكيل وزارة وكذا يعني هذا سقفهم لكن المرة السقف أعلى يعني هناك يبدو يبدو الكلام يعني للسيد الرئيس شخصيا الآن بحكم المؤكد الموالون أنفسهم هؤلاء بعيدا عن الفيسبوك والكاميرات الموبايلات يشتمون الأسد ليلة نهارا بل ويتهكمون عليهم قطعا لكنهم مع الأسد لماذا لأنهم يعتبرون أن هذه معركة وجود هكذا وقع في قرارة قلبهم وعقلهم ووجدانهم نحن في معركة وجود بشار الأسد ولا أي أحد حتى لو أورثهم الذل والمهانة والفقر وأي شيء هذه الفيئة هكذا وضعها لن تنفك عن بشار الأسد لكن هذه الفيئة بعيدا عن الكاميرات يشتمون الأسد وشتيمة الأسد أصبحت أمرا عاديا جدا وفي متناول ألسنة الجميع أمر طبيعي جدا يعني والمخابرات تعلم هذا الأمر لكن ما الذي سوف تفعله المخابرات أصلا ليست متفرغة هي هذه الأجهزة الأمنية وأصلا هي الأجهزة الأمنية تشتم بشار الأسد ومتفرغة للتعفيش والحواجز والتهريب والكبتاغون الكبتاغون هو سيد المشهد عند الأجهزة الأمنية رب قائل يقول أن هذا الأمر تنفيس وهذا وارد يعني أن يخرج بشار برهوم أو بشار اسماعيل كي يقول بهذه الطريقة يعني تنفيس وهذا الأسلوب درجة عليه بشار الأسد وحافظ الأسد من قبل حافظ الأسد كل فكرة دوريد الحام هي فكرة تنفيسية أصلا يعني تنفيسية من أولها إلى آخرها وبان في النهاية دوريد الحام ماذا يفعل وحتى هذه الدراما السورية التي خرجت بعد عام 2000 هي فكرة تنفيسية يعتمدها آل الأسد كل بقعة ضوء هذه بما حملت هي فكرة تنفيسية الآن ليس بمقدورهم إنتاج مسلسلات درامية مفلس النظام ولا أحد ينتج دراما فظهرت هذه ظاهرة النشطاء الفيسبوك منهم بشار برهوم يعني يوعز له يوحى له هكذا البعض يقول كي ينفس عن هؤلاء الموالين المحتقنين وهذا الطرح فيه وجهها لكن حتى لو كان كذلك هؤلاء الذين ظهروا وتصدروا المشهد بإعاز من أبينا الذي في المخابرات لكن هؤلاء ما كان ليعاز لهم لولا أن الأجهزة الأمنية تعلم أن الموالين للأسد وصلوا إلى مرحلة الانفجار ومعهم حق هؤلاء الموالون للأسد معهم حق هؤلاء طيلة السنوات الماضية خاضوا أشرس المعارك مع النظام منهم من قتل ومنهم من جرح ومنهم من فقد ومنهم من رملت ومنهم من يتم يعني مآسي حدثت بحقهم نتيجة انخراطهم في قتل الشعب السوري طيب والنتيجة ما هي؟ النتيجة هؤلاء قوم فقراء جوعا يتسولون على أبواب مسؤولي النظام وشبحت النظام بل ويطردون عن الأعتاب يطردون وتطرد نساؤهم عن الأعتاب والقصص التي خرجت عن نسائهم وكيف يتعامل مسؤولي النظام مع نسائهم هي قصص يعني تروى ولا تروى لذلك حق لهم أن يغضبوا يجب أن يغضبوا إن كانوا بشرا ومن فئة البشر يجب أن يغضبوا هكذا البعض يقول لكن إلى أي حد سوف يصل هذا الغضب يعني إلى أي حد بعض يقول هذه الفئة ربما تغضب لكنها لن تتجاوز السقف لأنها ترى أن هذا الطريق هو طريق واحد باتجاه واحد وهي عندما خاضت المعركة هي تعرف هذا الطريق ولن ترجع عنه وبشار الأسد مستعد أن تتعايش من أجله مع الفقر والجوع إلى آخر العمر ولا أن يذهب بشار الأسد لأن هذه الفئة تعلم أنه برحيل بشار الأسد هكذا تتخيل يعني هذه الفئة هكذا تتخيل وهكذا زرع آل الأسد في فكرها وهكذا ربما يعلمونهم لأن هذا حصاد أعمالهم يعني أيضا للسنوات الماضية ما قدم هؤلاء من أفعال غير متخيلة في عالم البشر يعني هؤلاء يعلمون أفعالهم ويعلمون ما قدمت أيديهم لذلك يخشون من عاقبة الأمور هم يخشون من عاقبة الأمور يعني لم يضحك عليهم الأسد ولم يضحك إعلام الأسد عليهم ولم يغسل أدمغتهم كما يحب البعض أن يردد البعض يحب أن يردد هذه النغمة لكن البعض الآخر يقول لك لا يعني هذه الفئة تعلم ما قدمت أيديها لذلك هي لا يمكن أن تتراجع لا يمكن تعلم ماذا فعلت بحق السوريين العزة طوال هذه السنوات الماضية طوال خمسين سنة من حكم القائد الخالد حافظ الأسد بشار برهوم وبشار اسماعيل ومن أيضا من هذه البشارات أنا يخطر على ذهني بشار بن برد ثالثهما ثالثة الأثافي وبشار بن برد نفس الفئة نفس التربة ونفس العقلية ونفس الوجدان ونفس طريقة التفكير والطريقة الفعل يعني لبشار بن برد لو كان الآن في زمننا لا رأيته يلبس بوط ترين أبيض وبدل عسكرية مفتوحة على شعر صدره ويدخن حمرة طويلة ويغتص بالنساء ويحز رقاب الأطفال ويدفع البراميل من المروحيات هذا بشار بن برد لو كان الآن في زماننا يعني بشار بن برد هذا يعني كتبت رسالات في شعوبيته الرسالة الأشهر على ما أعتقد هو كتاب الشعوبية وتجلياتها في شعر بشار بن برد وهو كتاب يعني يلقي نظرة على عموم شعر الشعوبيين الشعوبيون هؤلاء أجداد هؤلاء منظرون لهؤلاء بشار برهوم هذا الذي يقول نحن نعيش فيه ريقار كبير الآن هذا هو الذي دعا إلى هدم الكعبة هذا دعا وشمت بالمسلمين عندما لم يستطيعوا ذهاب إلى المساجد وقت كورونا هو نفسه هذا بشار برهوم بشار بن برد من شعره يقول لك جد الذي أسمو به كسرى وساسان أبي وقيصر خالي جد الذي أسمو به كسرى وساسان أبي وقيصر خالي إذا عددت يوما نسبي أنا ابن فرعي فارس عن هالمحام العصبي نحن ذو التيجان نحن ذو التيجان والملك الأشم الأغلبي هذا السيد بشار بن برد يقول لك ساسان أبي وقيصر خالي هذا إذا كان في زماننا هذا مع أبو سومر ومع أبو حيدر في نفس الراكم الوضع في سوريا الآن وضع صعب جدا والموالون يعني نفسه النظام بشرهم بسنة قادمة سنة صعبة جدا الدلالة على ذلك هي الميزانية التي اعتمدها النظام لعام 2023 قل لك ثلاثة مليار دولار وأعلام النظام نفسه يتحدث عن التقشف ويسميها سنة التقشف هذه السنة القادمة ورفع الدعم عن كثير من الأشياء هذا فضلا طبعا عن الخدمات الكارثية لا يوجد شيء لا مازوت ولا كهرباء ولا غاز ولا ماء لا يوجد شيء في مناطق النظام لا شيء لا شيء فضلا طبعا عن انهيار ليرا السورية ليرا السورية تتراجع كما يقول الخبراء يعني تفقد شهريا 9% من قيمتها تراجعت خلال الثلاث أشهر الماضية فقدت 27% من قيمتها والمتوقع كذلك أن تفقد أكثر وأكثر هي تتأثر بما يجري في إدلب في الرقة في دير الزور ليرا السورية الأمم المتحدة نفسها حذرت من أقسى شتاء على السوريين نفسها لعدم توفر الوقود حذرت الأمم المتحدة بما اسمته حرب الناقلات بين إسرائيل وإيران وهذه حرب الناقلات إذا عادت إسرائيل لسهداف ناقلات النفط التي ترسلها إيران للنظام الأمم المتحدة تقود سوف يكون الشتاء الأقسى إيران مؤخرا أعلنت عن ناقلة بها ثلاث ملايين برميل والنظام طبل وزمر لهذه الناقلة والنظام طبل وزمر مؤخرا لفكرة أن إيران ترفع مستوى الدعم البترولي حرب الناقلات هذه الأمم المتحدة تسميها هي تسعير التسمية من حرب الناقلات بين العراق وإيران لكن شتان يعني شتان وقتها الجيش العراقي والطيران العراقي نسف نسف الموانئ النفطة الإيرانية والناقلات الإيرانية حرب الناقلات هذه بين الجيش العراقي والجيش الإيراني كانت يعني حرب شارسة وكثيرة هي مفاصل الحرب العراقية الإيرانية الجزئيات بها التي تستحق التأمل فعلا شتان طبعا شتان بين اليزيدين في الندى لكن الأمم المتحدة تقول هذه حرب ناقلات بين إسرائيل وإيران وتحذر من شتاء قارس على رؤوس السوريين كان الله في عون السوريين الوضع صعب جدا للسوريين في مناطق النظام والسوريون يهربون الناس كلها تخرج من مناطق النظام تخرج تهرب الناس إلى أي مكان في الأرض ولا أحد يريد ويطيخ أصلا البقاء ثم يأتيك أحدهم ما ويتحدث عن عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطق النظام كم سوريا عادة من لبنان إلى مناطق النظام ألف ألفين أربعة أخوة لا أحد يعلم انتهت أصلا يبدو ذابة تبخرت هذه القصة النظام نفسه لا يريد لا يريد النظام النظام أعلن عن ميزاني ثلاث مليارات كم سوف يسرق منها كم سوف يتبخر منها وكم سوف يصل إلى الناس كان الله في عون الناس الوضع صعب جدا الناس تعيش يعني لا أحد يعلم كيف الناس تعيش لا أحد يعلم قمة الفقر فقر رهيب يضرب الناس ولا مستقبل وجماعة النظام محللون نظام أصلا نفسهم يقولون أن النظام ليس لديه موارد للدخل سوى الضرائب يسمونها الجباية العمياء هذه ألفين واثنين وعشرين يسمونها سنة الجباية العمياء طبق النظام ضرائب على كل التجار الموالين له ما النتيجة؟ هرب التجار الموالون لنظام هربوا إلى مصر وهربوا إلى كردسان العراق لم يبقى أحد من أين سوف يأتى النظام على دخل؟ الآن الذي سوف يزيده الطينة بالله ما يقوم به الطيران التركي من قصف أبار النفط في المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها قسد الآن الأتراك يريدون حرمان قسد من هذا المورد الاقتصادي المهم ما النتيجة؟ ما التالي؟ سوف يمكن أن يستورد النظام من كردسان هذا سوف يزيد من كردسان العراق هذا سوف يزيد الطين بالله اقتصاديا على النظام ونظام لا ينقصه مثل هذا الوضع ولا استثمارات ولا إعادة إعمار ولا شيء لا شيء سوى الكيبتاغون قتل أربع مهربين سوريين في آخر الأخبار اليوم باشتباكات مع الجيش الأردني بشار الأسد يعلم أنه لا سبيل له إلا الكيبتاغون هو يعيش في بحبوحة وفي هناءة يعيش هو هو من معه نتيجة الكيبتاغون والناس تحت سيطراته وفي مناطقه لها الله هو طبعا لا يسأل عن هؤلاء لكن يسأل عن بيئته الموالية لذلك ربما يصدر لهم بشار برهوم أو بشار اسماعيل أو معنى عبدالحق هذا معنى عبدالحق هذا ممثل ثقيل دم الحقيقة هذا من الثقلاء من الثقلاء في العصر الحديث هذا معنى عبدالحق هذا الممثل ظهر ذات يوم قال يسخر ويشمت بالأوروبيين لأنه لأن روسيا قطعت عنهم الغاز التقط صورة له بجانب غازه غاز منزله في المطبخ قبل أيام ظهر في صورة وفي طابور غاز طابور جراد غاز هذا معنى عبدالحق ممانع معنى عبدالحق طبعا يريد أن يحر القدس كذلك يعني جماعة الممانع يحبونه حقيقة هذا زمن المتردية والنطيحة يعني هذا معنى عبدالحق يا ماعز القملي يا ماعز القملي يا بيت الذلي بتنا وبات البغل في الاستبلي فعلا هذا هو الحال الآن في سوريا يعني وعذرا لكن هذا هو الحال يا ماعز القملي يا بيت الذلي بتنا وبات البغل في الاستبلي هذا هو الحال في سوريا وبات الشيطان القوافي يملي على امرئ فحل وغير فحلي هذا هو الحال في سوريا هني ألاك أستاذ معنا عبد الحق الممثلون كذلك يلعبون هذه الأدوار الآن يظهرون على صفحاتهم يعبرون عن امتعاضهم كذلك البعض يقول هذه كلها إعازات مخابراتية للتنفيذ قليلا لكن هذه يعني في قادمات الأيام لن تجدين أفعا لأن الجرح ليس فقط تعفن بل ويكاد تنفجر عفونته وقيحه لذلك النظام يخشى من هذه الفئة الموالية الباقي يعني محكمون بالحديد والنار بشار برهوم يقول هذا هو التسجيل الأخير هذه أكثر من مرة هو أكثر من مرة يظهر ويقول لك هذا التسجيل الأخير ثم يعود للظهور الناس في اللاذقية في جبال الساحل فقيرة هل سوف يتجسد فقرها أو يتمثل في شيء على الشارع البعض يستبعد هذا الأمر البتة اعتقلت السلطات الإيرانية ابنة شقيقة المرشد علي خامناي على خلفية دعوة وجهتها إلى المجتمع الدولي لمقاطعة النظام الإيراني شقيق فريدة قال إنها ألقي القبض عليها عندما ذهبت إلى مكتب النائب العام استجابة لأمر قضائي ترجمة نانسي قنقر 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 فريدة كلامها واضح هي تشبه أيضا في تصرفات هذه فريدة ابنة رفسنجاني فاطمة كذلك معارضة شرسة للنظام الإيراني إحراج شديد هذا الفيديو لفريدة اعتقلتها المخابرات الإيرانية طبعا هي ليست أول مرة اعتقلت قبل ذلك ثم خرجت خالها خالها المرشد أفرجوا عنها لكنها يعني في هذا التوقيت الفيديو حساس للغاية لا شيء جديد المظاهرات على أوجهة في طهران في عموم المدن الفارسية الكردية الأكراد طبعا يعني يقدمون نماذج مشرفة للغاية الطلبة ما زالوا على حالهم طلبة المدارس الثانوية طلبة الجامعات أساتذة الجامعات الفعاليات الفنية الثقافية الممثلون الإيرانيون المغنون الكتاب الحقيقة منخريطون للعظم في ثورة الإيرانية المغني الراب الإيراني تماج صالحي معتقل الآن هناك كلام أنه قد يظهر بحقه حكم بالإعدام هذا تماج صالحي هذا شهير بين الشبان الإيرانيين مغني راب النظام الإيراني يقول السلطة القضايا الإيرانية تقول يعني ربما نعدمه يعني يقول بعض لا يمكن أن يجرؤ النظام الإيراني على إعدامه على شنقه معروف هذا لدى الشباب ويحبونه واعتقل على خلفية النشاطات وأيد ثورة الإيرانية لن يجرؤ النظام الإيراني على إعدامه لن يجرؤ كثيرة هي الشخصيات العامة التي سببت حرجا مؤخرا لنظام الإيراني منهم اللاعب الإيراني الشهير علي كريمي اعتزل علي كريمي كان ذات يوم نجما نجوم الكرة الإيرانية علي كريمي موجود الآن في دبي هو قال علي كريمي في تغريدة قوية جدا قال إذا كان النظام الإيراني يمثل نهج أهل البيت والحسين عليهم السلام جميعا هو قال إذا كان هذا النظام يمثل نهج أهل البيت فيزيد قطعا على حق يعني محاججة ومناكفة قوية من قبل علي كريمي إذا كان أهل البيت هذا يمثلهم هذا النظام الإيراني فالحق طبعا مع يزيد طبعا بغض النظر عما جرب تلك أمة قد خلت ولو أن مؤخرا يلاحظ المرء أن جماعة إيران من الناطقين بالعربية تحديدا المحسوبين على السنواريين تحديدا يتهجمون كثيرا على يزيد والحجاج ما السبب الحجاج هو الذي يمنع تحرير القدس مثلا ما بالكم وبال الحجاج أنتم من الرجال الحجاج يعني أنتم سنواريون أم حتى من يعني لمصاف يزيد بغض النظر عما حدث يعني بغض النظر لكن أنتم السنواريون يعني ألا تعتقدون أنكم ارتقيتم مرتقا صعبا ألا تعتقدون ذلك يعني على طريقة الأخ العقيد معمر القذافي من أنتم يعني حنانيكم يا قوم هدأوا قليلا هدأوا قليلا السنواريون الحقيقة أكثر من أساء للقضية الفلسطينية لم تستطع سلطة رام الله بكل عمالتها أن تسيل القضية الفلسطينية لكن هؤلاء السنواريون أساءوا لها الآن هؤلاء السنواريون يصطفون مع إيران ضد أذربيجان والنظام الإيراني بالأمس بث فيديو ترويجي خطير فيديو جرافيك قال طريق تحرير القدس ينطلق من طهران إلى باكو العاصمة الأذرية ثم يذهب إلى القدس فالسنواريون كالقطيع الآن السنواريون قال لك يعني أذربيجان من أرمينيا سوف تحرر القدس باشينيان سوف يحرر لكم القدس النظام الإيراني في ورطة محتقن جدا يريد أن يذهب باتجاه أذربيجان أو كردستان العراق الشعب الإيراني ما زاله في الشوارع حتى اللحظة تهى ما أتبقى غدا بإذن الله تاسع مساهم توقيت ديمشق ما أتبقى جديد كمان له اشتركوا في القناة